الحقيقة أن لما نتحدث عن السلك السياسي والدبلوماسي والوزاري نحن نتكلم عن عصب الحضارة الأندلسية إذ التجمعات الإنسانية لا بد لها من خيط ناظر وهي تقوى وتضعف بهذا الخيط الناظر كل ما كانت الوزارة والأمراء والخلفاء على جانب من العلم وعلى جانب من الثقافة وعلى جانب من الإدارة كل ما ألقى هذا بظلاله على قوة الدولة وأمراء بني أمية طبعا الفاتحين الأول أدوا دور كبير في إرساء الأمن وفي نشر الإسلام وفي حماية الثغور وفي مد رقعة العالم الإسلامي حتى وصلوا إلى جنوب فرنسا لكن أيضا بني أمية ابتدان بعبد الرحمن الداخل يعني انتشلوا الأندلس من فوضى يعني كادت تعصف بها لو لا لطف الله سبحانه وتعالى ثم قدوم عبد الرحمن الداخل إليها وهذه الفوضى كانت كادت تعصف بها بحكم العنصرية القبلية أو العرقية كانت الحروب دائرة بين العرب والبربر ودائرة بين العرب القيسية واليمانية وهذه من الأشياء التي سهلت أصلا نجاح مشروع عبد الرحمن الداخل رحمه الله لجمع الناس على نظام حتى أن اليمانية غضبوا على عبد الرحمن الداخل لما سيطر أرادوا أنهم يسطون في القيسية ويقتلونها فمنعهم وقال أنا لست أنصر حركة قبلية وحركة أنا أريد أن أرسي دولة لها نظمها لها تقاليدها لها قضاءها لها كل شيء فولى القضاء ومصر الأمصار وانتخب الولاة وجعل معه أعوانا وحجابا والأعوان هذولهم هم الوزراء يتخذ وزراء وزير للحشم وزير للجيش قائد للجيش وزير للمخزول والمخازين وزير للأهراء ويستعين بهم على تصريف شون الدولة ويسمونهم الوزراء وينتخب منهم وزيرا يكون أكثرهم ثقة به وقربا إليه ويجعله حاجبا والحاجب في البداية هو الذي يحجب الناس وينظم علاقتهم بالخليفة والأمير وظهرت فكرة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله وحذيفة نظن جابر بن عبد الله لما ذهب يتفقد النبي السلم يبحث عنه فوجده في بستان والحديث صحيح فوجده قد كشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم ودلاهما في البئر فقال لا أكون اليوم بوابا لرسول الله لأنه رأى النبي السلم في حالة استرخاء وفي حالة استجمام فما أراد أن واحد يدخل عليه إلا لمن يأذن فوقف في الباب وجاءه القصة معروفة لما جاء أبو بكر وقال إذن الله وبشره بالجنة جاء عثمان قال إذن الله وبشره بالجنة على بلوان تصيبه وهذه الحديث أخذ منه العلماء أنه على جواز اتخاذ حاجبا بشرط أنه ينظم الدخول على الحاكم ولا يمنع مطلقا وثم انظهر كتقليد في عهد معاوي عندما كان واليا للشام وعتب عليه عمر بالخطاب لما قدم عمر الخطاب رأى الحجاب والحرس فقال ما هذا قال إني في أرض عدو ولهم أعين فأردت أنه ظهر هيبة الإسلام فقال عمر إن كنت كاذبا فهي خدعة أديب وإن كنت صادقا فهي إرادة أريب أو فكرة أريب يعني إن كنت صادق فهذا يدل على أربك وإن كنت كاذبا تكذب عليه فهي خدعة أديب مع أن عمر مصدق لما قال له لكن هذا يدل على دهاء معاوي وأيضا دهاء عمر هذا التقليد انتشر في الأندرس في بلاد العالم والسلامي كله في ذلك الوقت واتخذ الحجاب الحاجب بمثابة كبير الوزراء يلقي الأوامر من الخليفة على الوزراء ينظم دخول الوزراء لكن الوزراء إلى عصر عبد الرحمن الأوسط كانوا يستدعون وقت الحاجة وينصرفون لكن في عهد عبد الرحمن لم يكن لهم اجتماع محدد لم يكن لهم اجتماع دوري ولم يكن لهم مكان فعبد الرحمن الأوسط الذي حكم من عام 206 إلى عام 238 يعتبره المؤرخون الأندلسيون وغيرهم هو من فخم ملك بني أمية وحط دار الطرازة التي تطرز الثياب الخاصة بالوزراء والأمراء ونظم السكة وأيضاً اتخذ بيتاً في القصر سموه بيت الوزراء ولابد يأتون الوزراء يومياً ويحضر معهم ويأتي الحاجب وأحياناً ربما وصل الوزراء إلى 9 إلى 12 إلى 13 وزير باختصاصاتهم بأعوانهم فكان إن احتاجهم تحدث معهم وإلا جلس في مجلس حديث ومناظرات وإن احتاجهم تكلم في شون الدولة وكان الوزراء كلما يأتي وزير يقوم له وزير ويزوره في بيته وزير وهذا تقليد في الأندلس اللي هو الطبقات الإدارية وأن صح التعبير يعني النظم الدبلوماسية والرسوم أن الوزير إذا أقبل يتلقاه وزير وإذا غاب أيضاً يعوده ويذهب إليه قصدك إذا جاء وزير من خارج الأندلس لا وزير من بيته إلى بيت الوزارة في قصد